بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله حديثنا في هذا الفيديو اصلاع عزاء النبات الأضالية هذا النبات الجميل يطلق عليه أحيانا الدالية وأحيانا الدهلية في بعض المناطق يتمتاز الأضالية بأزهارها وفيرة الألوان كبيرة الحجم طويلة المدى التزهيري تستمر الزهر الواحدة لمدة تزيد على ثلاثة أسابيع يبدأ التزهير الأضالية في أواخر الربيع تحديدا في شهر أيار الشهر الخامس ويستمر طوال الصيف نبات زينة خارجي أفضل الأماكن التي تناسب الأضالية هي الأماكن نصف المضللة بحيث يتعرض جزئيا لأشعة الشمس يحصل على مقدار كافي من أشعة الشمس المباشرة لمدة بحدود الست ساعات وبقية الوقت تنمو الأضالية في مختلف أنواع التربة لا تحتاج إلى تربة خاصة تربة رملية أو طينية أو في البتموس أو في الكمبوست المهم أن تكون التربة جيدة للتصريف وغنية أيضا في نفس الوقت من أهم ما يجب أن يذكر بخصوص الأضالية بأن إزالة الأزهار الذابلة أمر مهم جدا بحيث أن هذه الإزالة لهذه الأزهار الذابلة تحفز البراعم على طرح أزهار جديدة وتتجدد طوال الموسم التزهيري ما دمنا نزيل الأزهار الذابلة وتزال الأزهار أيضا الذابلة وتجفف بعض الناس يستخدمون طريقة البذور لإكثارها والطريقة التي أعتمدها وأعتقد بأنها هي الأصوب هي طريقة تقسيم النبات هذا نبات يمكن تقسيمه بحيث يوضع جزء يأخذ جزء منه هذه زهرة ذابلة يجب التخلص منها يجمع إما تلقى وتوضع ككمبوست أو أن يحتفظ بها لغايات البذور الطريقة التي أتحدث عنها والتي أعتمدها والبهية المجربة هي طريقة التقسيم يأخذ جزء بما فيه الدرنة جزء من الدرنة طبعا هذا نبات درني يأخذ جزء من النبات بساقه ودرنته ويفصل ويوضع في وعاء مستقل بحيث يكون نباتا كاملا الأضالية لا تحتاج إلى الري الكثير يتلف جذورها ويبطئ إزهارها الري الكثير هي تحتاج إلى ري معتدل متوسط حيث يحافظ على رطوبة التربة بشكل مستمر ولكن دون إغراق لا تحب الأضالية درجات الحرارة من خفض هذه قضية مهمة جدا والصقيع بالطبع يقتلها يمكن الاحتفاظ بالدرنات عند انتهاء موسم عند ذبول الأوراق في بداية الخريف الاحتفاظ بالدرنات في مكان جاف وبارد وإعادة زراعتها شكرا لمتابعتكم ازرعوا الأضالية سهلة جدا إن أعجبكم ما نقدم اشتركوا في قناتنا قناة يسير وفعلوا زر الجرس والسلام عليكم ورحمة الله